اشتركوا في القناة من جانبها اكدت رئيسة مجلس النواب ان التنسيق الدائم والتعاون المستمر والتوافق التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اساس التميز والتقدم والتطور من اجل صالح الوطن والمواطنين والذي يأتي بتوجيهات من لدن جلالة الملك المفدة وبمتابعات مستمرة ودعم متواصل من سمول العهد رئيسي مجلس الوزراء واكدت معاليها استعداد مجلس النواب لدراسة كافة الخطط والمشاريع المستقبلية لوزارات الدولة في اطار ممارسة دوره التشريعي والرقبي كما جاء في ميثاق العمل الوطني والدستور فيما اكد رئيس مجلس الشورى ان المبادرات الاستراتيجية لوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بشأن تعزيز الوصول الى العدالة 2021-2025 تعكس تطور بيئة العمل القانوني والقضائي والعدلي بمملكة البحرين وتسهم في تقدم مستوى الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال تعزيز كفاءة تحقيق العدالة وضمان حماية المجتمع مثمنا الرؤية الطموحة التي تنتهجها الوزارة في استحداث وتطبيق الإجراءات القضائية والمحاكم الرقمية وخلال الاجتماع عرض وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الوصول الى العدالة والتي سيجري تنفيذها على مدار خمس سنوات ترتكز على محاورة أساسية جامعة تستهدف تطوير بيئة العمل القانوني والقضائي وتعزيز العدالة بالمملكة